يقول الله تبارك وتعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع ما به العقول سواء كان عيسى أو غير عيسى لأنه قال ما لا ولم يقول من لا لم يأتي من للعاقل وإنما أتى بما لغير العاقل لماذا قال أهل العل لتحقير شأنه وقيل لكثرة المعبودات من الجمادات أكثر من معبودات من العاقلات يعني من العاقلات ملائكة عيسى محمد صلى الله عليه وسلم فرعون النمروذ يعني من الدعو الألوهية ومن الدعية فيه الألوهية أداة قليلة من البشر لكن من الجمادات ما بقي شيء لم يعبد من الحيوانات لا أرق شيء لم يعبد عبدت الشمس عبد القمر عبدت الشجرة عبد الفأر عبد الفرج عبدت النملة عبدت البقرة عبدت الزرافة عبد الصرصور أشجار أحجار ما بقي شيء ما عبد أبدا حتى لو قلت إنه لا يوجد شيء في الدنيا لم يعبد لصدقت وإذا قال الله تبارك وتأقل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع أين أقولكم وقال ما لا يملك لكم ضرا وأنا قدم الضر أو الضر على النفع لأن النفوس مجبولة على أنها تدفع الضر أهم عندها من أن تجلب النفع لأن جلب النفع شيء زيادة دفع الضر شيء يضر تدفعه فدفع الضر عندهم أهم من جلب النفع لذا قدم دفع الضر على جلب النفع قال أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السلم سميع لما تقولون عليم بما تفعلون سبحانه وتعالى إن عبدتم الله أو عبدتم غيره إن سألتم الله أو سألتم غيره هو عليم بذلك وبالتالي سيحاسبكم على ما علم من أعمالكم وما سمع من أقوالكم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاتنا نبينا محمد